المصفي يضيف إلى اللوحة شكل وهج الشمس عند تصويرها بعدسة ما لذلك حدد من هذه النافذة موقع الوهج المطلوب وذلك بالضغط مرة واحدة على الموقع المطلوب في نافذة المعينة ثم حدد درجة التواهج المطلوبة وأخيرا حدد قياس العدسة المستخدمة لتصوير الشمس لاحظ أثر كل قياس من هذه العدسات في نافذة المعينة الآن اضغط على زر الموافقة أوكي وانتظر قليلا حتى يتم تصفية الطبقة الحالية وتحصل على الناتج ثامنا مجموعة مصفيات زيادة الحدة شاربن لاختيار أحد مصفيات هذه المجموعة اذهب إلى قائمة المصفيات فيلتر ومن ثم خيار مصفيات زيادة الحدة شاربن من هذه المصفيات اختر مثلا مصفي زيادة الحدة بشدة شاربن مور ولاحظ أثر هذا المصفي في جعل حدود الألوان حادة في اللوحة تطبيق المصفيات على الطبقات فيلتر ستري تاسعا مجموعة مصفيات المسودة سكيتش لإظهار أحد مصفيات هذه المجموعة اذهب إلى قائمة المصفيات فيلتر ومن ثم خيار مصفيات المسودة سكيتش من هذه المصفيات اختر مثلا مصفي مسودة مرسومة بالطباشير وأقلام الفحم لتظهر لك النافذة الخاصة بهذا المصفي حدد من هذه النافذة درجة تساعي منطقة أقلام الفحم ثم حدد مساحة الطباشير أيضا وأخيرا حدد قوة الضغط على أقلام الفحم والطباشير الآن اضغط على زر الموافقة أوكي وانتظر قليلا حتى يتم تصفية الطبقة الحالية وتحصل على الناتج لاختيار أحد مصفيات هذه المجموعة اذهب إلى قائمة المصفيات فيلتر ومن ثم خيار مصفيات الأساليب ستايلايز من هذه المصفيات اختر مثلا مصفي أسلوب إيجاد الحواف فايند أجس ولاحظ أثر هذا المصفي في جعل اللوحة وكأنها مرسومة بقلم ملون دون تعبئة المساحات اللونية الحادي عشر مجموعة مصفيات مادة الصنع تكتشور لاختيار أحد مصفيات هذه المجموعة اذهب إلى قائمة المصفيات فيلتر ومن ثم خيار مصفيات مادة الصنع تكستر من هذه المصفيات اختر مثلا مصفي معطي المواد تكستر ايزر لتظهر لك النافذة الخاصة بهذا المصفي حدد من هذه النافذة نوع المادة المطلوب إعطاؤها للصورة حيث إنه يمكنك اختيار إما مادة الطوب بريك أو مادة الخيش بيرلاب أو قماش الكنفة أو مادة الرمل الحجري ساند ستون بعد اختيار المادة المطلوبة قم بتحديد مقياس هذه المادة بالنسبة إلى اللوحة ثم قم بتحديد درجة العمق بين خلايا المادة ريليف وأخيرا حدد اتجاه مصدر الضوء الساقط على المادة اختر مثلا الزاوية العليا اليمنى top right الآن اضغط على زر الموافقة ok وانتظر قليلا حتى يتم تصفية الطبقة الحالية وتحصل على الناتج إضافة الأقنعة للطبقات masking القناع هو عبارة عن صورة باللون الأحمر والشفاف تستخدم لتحديد المناطق الشفافة ودرجة شفافيتها في الصورة ولإضافة قناع إلى طبقة ما قم بما يلي حدد أولا الطبقة المطلوبة إضافة القناع إليها ثم اضغط على زر التحويل إلى نظام رسم الأقنعة لتنتقل من نظام الرسم العادي إلى نظام رسم الأقنعة والمقصود بذلك أن أي شيء يرسم على الشاشة يحدد شكل القناع فقط ولا يؤثر على اللوحة الأصل أرسم مثلا هذا الشكل الآن اضغط على زر العودة إلى نظام الرسم الاعتيادي لاحظ الاختيار الذي نتج وعلاقته مع الشكل الذي رسمته لإتمام عملية إضافة القناع اذهب إلى قائمة طبقات Layers ثم خيار إضافة الأقنعة للطبقات Add Layer Mask ومن ثم اضغط على خيار إبقاء الاختيار Revolt Selection كي تصبح المناطق الحمراء في القناع الذي رسمته هو اللون الشفاف لاحظ الناتج أما إذا أردت العكس أي أن يصبح اللون الأحمر هو اللون غير الشفاف فيجب عليك الضغط على خيار إخفاء الاختيار Height Selection ويمكنك أيضا جعل الطبقة تختفي بشكل متدرج وذلك باتباع نفس الخطوات السابقة ولكن هذه المرة قم برسم مساحات لونية حمراء متدرجة وذلك باستخدام أداة التلوين المتدرجة من اللون الحالي إلى الشفاف Foreground Transparent الآن أكمل نفس الخطوات السابقة لاحظ الناتج تعديل الأقنعة يتيح لك البرنامج التعديلات الرئيسية التالية للأقنعة أولا إلغاء القناع وذلك بالضغط مرة واحدة على إشارة القناع بالزر الأيمن للفأرة ومن ثم الضغط على خيار إلغاء القناع Discard Layer Mask ثانيا إلغاء القناع بعد تطبيقه على اللوحة وذلك بالضغط مرة واحدة على إشارة القناع بالزر الأيمن للفأرة ومن ثم الضغط على خيار إلغاء القناع بعد تطبيقه Apply Layer Mask لاحظ كيف أن إشارة القناع قد اختفت وكيف أنه قد تم تطبيق أثر القناع على الطبقة ثالثا تفعيله وإبطال القناع وذلك بالضغط مرة واحدة على إشارة القناع بالزر الأيمن للفأرة ومن ثم الضغط على خيار إبطال القناع Disable Layer Mask لإبطال مفعول القناع دون إلغائه أما إذا أردت تفعيل القناع ثانية فقم بنفس الخطوات السابقة ولكن هذه المرة اضغط على خيار تفعيل القناع Enable Layer Mask